السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم بفيديو اليوم حقيقة اليوم حاب أتحدث عن موضوعين الموضوع الأول هو موضوع النشر العلمي هواية تجينا رسائل على الصفحة من سنين تعرفون هذه الصفحة البحث والنشر العلمي تأسد في 2017 بعدين قناة اليوتيوب في 2019 يوميا تجينا رسائل دكتور أن يبحث أهر الأنشرة فمجرد أنه نجاوبهم للأسف ما عدنا نشر لأنه نحن نسوين تقريباً بالفوق الـ 270 و 280 فيديو نعلم بالباحثين كيف نشرون بحوثهم إضافة إلى الدورات والورش والمحاضرات الأونلاين فمو منطقي أنه ننشر البحث وأحنا نقوم بتعليم الباحثين كيف ينشروه لكن للأسف يستمرون بالمطالبة وإرسال الرسائل وبعدين يتجاوبوا أنه ما عدنا نشر لأسف يعني ذاك اليوم أحد الأخوة يعني جاوبني قال لعدة ليش يفاتحين الصفحة فما يعني فالتفسير أو فالتعليق ما حلو يعني أحنا صفحتنا حتى بالبايو تشوفوها إنه هي صفحة تعليمية تعليم الباحثين من كل الدول العربية مو بس من العراق كيفية إنه نشرون بحوثهم يختارون المجال المناسبة شون يكتمون البحث حتى بدين السلسلة بالآونة الأخيرة عن التحليل الإحصائي باستخدام الـ SPSS وإن شاء الله مستمرين في السلسلة قريباً تنزل فيديوهات جديدة فأحنا هذا اللي نقدمه للباحثين أحنا صفحة توعوية تثقيفية تعليمية أحنا ما عدنا نشر بحوث أحنا صارنا من 2017 لحد الآن يعني تقريباً داخلين بالسنة الثامنة إن شاء الله أيضاً يؤسفني أنه أيضاً سمعت من أحد الأصدقاء في بعض الجامعات أنه البعض يدعي أنه أنا شروية دكتور حسنين أو هكذا للأسف كلها معلومات مخطوئة معلومات خاطئة لكن ما أعرف شون الهدف من الترويج لهكذا معلومات بين الباحثين والجميع يعرف من دكتور حسنية من 2017 لحد اليوم الموضوع الثاني هو موضوع التعليقات السلبية كل ما ننشر منشور عن الوزارة موضوع إحصائيات البحث الألمي يوم أمس نشرنا موضوع أنه تحديث المجلات التجارية والمزيفة يطلع أن البعض يعني مع الأسف بتعليقات سلبية بها الكثير من التهجم الكثير من عدم الاحترام بعض الأحيان أفطر أنه أمسح بعض التعليقات لأنها تكون خادشة للحياة ما أعرف شنو الغاية من هذه التعليقات الغاية من موضوع أنه ماكو دعم للبحث نفس المعوقات اللي كتبوها كل مرة والتبريرات ما يقدر يساعد نفسه ما يريد يطور نفسه ممكن كثير من المجلات وحنا ننشرنا أكو كثير من المجلات المجلات الهايبريد وغيرها فأكو المجلات الهايبريد اللي ممكن أنه تختار close access وممكن أنه تنشر بحثك كثير نزلنا منشورات عن دور نشر تسوي ديسكاونت 50% العراقيين عن طريق research for life الآن أيضاً البي ام سي عدا 50% بالنسبة للعراقيين موضوع تمويل البحث العلمي موضوع جداً كبير سويت الآن سلسلة من خمس أجزاء شون ممكن أطور البحث العلمي بالجامعات الآن الجامعات في كل دول العالم بعد ما كو تمويل يجي من الحكومة أو من الدولة الآن انتهت هذه الآن كل الجامعات بالعالم هي تمويل ذاتي البحث العلمي يتبع عن طريق تمويل ذاتي أروح أتفق مع المصانع مع الشركات التجارية أروح أدور جراند وأنشر البحث ماتي أروح لمؤتمرات عن طريق research grants بعد ما كو هذا الفكر الكلاسيكي أنه أنا أنتظر أنه الحكومة أو الدولة توفر لي كل الدعم الماد يجب أن تكون هناك تمويل ذاتي لكل الجامعات الجامعات يجب أن تنهض بمسؤولياتها شون أجيب أنا research grants للجامعة شون أجيب تمويل البحوث شون أتفق ويا الشركات ويا المعامل ويا المصانع شون أروح إلى أكو حتى الـ International Research Grant يعني أتصور أنه كثير من الباحثين ما عندهم هذه المعلومة أنه أكو research grants عالمي توصل إلى ملايين الدولارات وكثير من دول العالم الدول النامية يحصلون هذه research grants ممكن أنه تقدم عليها مو إلا أنت تنتظر أنه ماتك الجامعة أنه تسوي لك فند لماتك research أنا حتيت بالسلسلة أيضا عن موضوع أنه الجامعة تفتح research grants للباحثين ماته وليطلاب الدراسات العليا السلسلة من خمس أجزاء موجودة إن شاء الله نزلها أيضا أعيد نشرها بيه قريبا على صفحة الفيسبوك على مدى تستفادوا منها بالجامعات والكليات أنه شون أطور البحث العلمي في ماتي الجامعة أو في الكلية فرجان هذه التعليقات السلبية وأنه دائما بالعكس المجلات التجارية تحميك أنه هذه المجلات وشفتوا أنه جميع المجلات دخلتها الوزارة بموقع دارة البعث والتطوير أنه بعد أشهر طلعت من سكوبوس لأنها مجلات تجارية الممكن الأغلبية ما يعرفون أنه ليش أنه إذا هوايا عراقية نشرب بمجلة تصبح مجلة تجارية يا أخوان أحد معايير الرادار بسكوبوس أنه إذا هوايا باحثين من جيوغرافيكال إيريا معينة هل تصبح علامة استفهام على المجلة أنه كثرة النشر من دولة معينة أو من جيوغرافيكال إيريا أو حتى من إنستيوشن أو من جامعة معينة فهذه كلها لمصلحة الباحث العراقي ليس تضيع فلوسك وبعدين المجلة تصر مفترسة تجارية وبعدين تخرج من سكوبوس وانت ضيعت كل شيء لا تحصي استشهادات حتى أقول بعض أنه يعرف أنه يشيلها من ماتة سيفي لأنه يعتبرها فد مثلبة لماتة المسيرة الأكاديمية فهذه كلها تصبح في مصلحة الباحث روح تدور دور النشر العالمي ولا تقول أن النشر صعب في دور النشر العالمي لا إذا بحثك زيان وإذا صرفت وقت وجهد على بحثك من حيث اللغة الإنجليزية تحليل الإحصائي الفورمات كتبته زيان فممكن أنه تنقبل في مجلات عالمية وممكن أنه تحصل على دسكاونت 50% بعد المجالات 100% لدور النشر العالمي نحكي عنه السيفير السبرينجر الويلي تيلران فرانسس وغيرها من دور النشر العالمي فكل شيء ممكن لكن يحتاج أنه تطور نفسك ادخل دورات تفرج فيديوهات تطور نفسك في كتابة البحوث تبرع أنه تكون روفيور في مجلات معينة هاي كلها ممكن أنه تفيدك بالمستقبل آسف جدا طويت عليكم بالفيديو لكن بس حبيت أنه وضح هذه النقطتين المهمة شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر